خاطب المندوب الدائم لبحثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجونيف السفير دكتور عبد العزيز الواصل المؤتمر الدولي للمفاوضية السامية لشؤون اللاجئين مؤكدا اهتمام المملكة باللاجئين ومعاناتهم وتقديم العون الإنساني لهم انسياما مع القيم الدينية والأخلاقية واحتراما للمواثيق والعرافة الدولية التي تحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية سؤدي حكومة المملكة اهتماما كبيرا بشأن اللاجئين في العالم ومعاناتهم وهي تقوم بدور فعال في هذا المجال من خلال المساعدات التي قدمتها ولا زالت تقدمها منذ تأسيس المملكة وانسجاما مع قيم الدينية والأخلاقية السيد الرئيسة تدعم المملكة ولا زالت مشاريعا للمفاوضية السامية في عدة مناطق في العالم وفيما يخص أشيقان السوريين يتم التعامل معهم كمواطنين حيث استقبلت المملكة حوالي 291 ألف وتم منحهم الخدمات الصحية المجانية وكذلك الخدمات التعليمية إذ تم تسجيل 114 ألف طالب في المدارس الحكومية في جميع المراحل كما تم انخراطهم في سوق العمل وتقديم التسهيلات لذلك بمنحهم الإقامة النظامية وتوفير المعيشة الملائمة لهم وفيما يخص الأشقاء في اليمن استقبلت المملكة منذ بداية الأزمة في اليمن أكثر من 600 ألف يمني وتم تصحيح أوضاعهم الإقامة بشكل نظامي حيث تم تسجيل 285 ألف في المدارس الحكومية وتوفير الخدمات الضرورية الأخرى لضمان حياة كريمة لهم الجهود الإنسانية التي بذلتها المملكة العربية السعودية لدعم اللاجئين اليمنيين والسوريين من خلال المشاريع التنموية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص مبلغ 15 مليون للاجئين الروهينغا تؤكد الحس الإنساني لمملكة تجاه قضايا الأشقة والقضايا الإنسانية الدولية أولي المملكة العربية السعودية اهتماما بالغا بالعمل الإنساني وذلك انطلاقا من مبادئنا الدينية والأخلاقية وكان الحقيقة ما حصل في الدول المجاورة أكبر دليل على أن المملكة تهتم بأشقائها في المنطقة وخصوصا بعد الأزمة السورية والأزمة في اليمن نحن نعلم أن المملكة استقبلت مئات الآلاف سواء من الاشقاء السوريين والاشقاء اليمنيين وأيضا قدمت لهم كافة التسهيلات التي تخفف من معاناتهم نحن أيضا نقدم المملكة العربية السعودية تقدم الدعم للاجئين في مختلف أنحاء العالم وآخرها كان ما أمر به خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بتقديم مبلغ 15 بليون دولار للنازحين من الروهينغا وأيضا كان المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدور الأكبر في تنسيق هذه الجهود التي تبدلها المملكة زيارة مرتغبة للمفاوض السامي لشؤون اللاجئين السيد فليبيو جراندي للمملكة العربية السعودية تؤكد مدى التعاون المشترك بين المملكة والمنظمات الإنسانية الدولية والاعتراف الدولي بالجهود الإنسانية التي بذلتها المملكة لا سيما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تتواصل الجهود للمملكة العربية السعودية خاصة وسط المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني طه يوسف حسن تلفزيون المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة جونيف